استعدادا لمواجهة السيشل في أول مباراة من التصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017 انطلقت التشكيلة الوطنية صباح اليوم في التربس التحضيري بالمركز التقني بسيدي موسى بقيادة الناخب الوطني كريستيان غوركيف الذي تواجد بالمركز منذ الجمعة لضبط البرنامج رفقة مساعده التربس التحضيري انطلق بعناصر جلها من اللاعبين المحليين الذي وصل عددهم إلى عشرة لاعبين وجاء استدعاء الناخب الوطني لعدد كبير من المحليين في التربس الأول لعدة أسباب منها الغيابات التي سيعرفها التربس الأول بسبب انشغال لاعب البطولة الإيطالية بالدور المحلي حيث سيمنح لهم فترة راحة بعد ذلك كما أن غياب بعد الأسماء بسبب الإصابة في صورة لحسن الذي سيجري عملية جراحية على مستوى الأذن ولا في خليش الذي سيغيب لستة أشهر كاملة كريستان غوركيف سيركز في المرحلة الإعدادية الأولى التي تمتد من الثلاثين ماي إلى الرابع من أجوان على العمل البدني حيث يخضع المحترفون الذين تلقوا دعواتهم للالتحاق بسيديموسا إلى برنامج بدني خاص للتقوية البدنية بعد توقفهم عن المنافسة لأكثر من أسبوع استغله اللاعبون للراحة في حين يجري اللاعبون المحليون تحضيرات عادية تكملة للعمل الذي يقومون به مع أنديتهم بما أنهم لم يستفيدوا من أي توقف لعدم نهاية بطولة الرابط المحترفة حتى عشية الدخول في التربص رفقاء بن طالب سيبدأون في التحضير الفعلي لمباراة السيشل خلال التربص الثاني المقرر يوم السابع من أجوان الذي يعرف اكتمال التعداد بانضمام لعب البطولة التركية والإيطالية والتونسية المدرب الوطني وبعد جولة المعاينة التي قام بها في جنوب إفريقيا والتي تابع فيها عن قرب مباريات منتخبي السيشل ولزوتو في دورة الكوسافا سيقف على الملاحظات التي دونها وبالتالي سيخصص ورشات مكثفة للعمل على الجانب التكتيكي والفن للإطاحة بأول منافسه السيشل